رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التقارير الإعلامية التي تفيد بنقل أسلحة إيرانية إلى بعض الدول وقال كنعاني في حسابه على منصة X إن هذا الخبر دعاية هدفها إخفاء الدعم غير القانوني بالأسلحة من الولايات المتحدة والدول الغربية إلى إسرائيل كي تمضي في حرب الإبادة الجمعية من طهران ينضم إلي مراسل العربي حسام ديام حسام ومن بروكسل كذلك أيضا عبدالله إيماسي أبدأ معك حسام طهران تكذب ما ورد من أنباء من أوروبا ومن الولايات المتحدة وتعترض كذلك على العقوبات المفروضة ما التفاصيل زاهر هذه العقوبات تخشاها إيران بطبيعة الحال لكنها كانت متوقعة إن صح التعبير هذه العقوبات بطبيعة الحال حساسة ومهمة ومؤثرة من حيث التوقيت ومن حيث حجم التأثير من حيث التوقيت لأنها متزامنة مع اجتماعات مجلس حكام الوكالة والملف النووي والصاروخ ملف الصواريخ الإيرانية الباليستية مهم جدا بالنسبة للأوروبيين منذ خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي في العام 2018 وأيضا مهم لأنه متزامن مع حملة دعم أو بدء حملة دعم على المستوى الإعلامي السياسي والدبلوماسي من أوروبا لفلودمير زيلنسكي والجيش الأوكراني لا ننسى بأن فلودمير زيلنسكي كان قبل أيام قليلة في ألمانيا وتلقى وعودا بتسليم أوكرانيا مطلع العام المقبل عدد كبير من الأنظمة أنظمة الدفاع الجوي وطائرات F-16 من قبل حلف الناتو بينما أشاد هو بالموقف الأوروبي الداعم لأوكرانيا خلال حربها مع روسيا هذه العقوبات من وجهة نظر إيران أيضا مؤثرة على عدة مستويات أولا أنها تحاول الضغط ربما أو وضع ملف الأسلحة الإيرانية تحت الضغط مرة أخرى ووضع خطوط حمراء تحته بمعنى أن إيران كلما حاولت الإقتراب أكثر من إزالة أو رفع العقوبات عن ملف أسلحتها وتحديدا ملف الصواريخ بشكل كامل تجد بأن العنوان الأوكراني وعنوان الحرب الإيرانية الروسية الأوكرانية موجود في نهاية النفق هذا من ناحية أخرى هذه العقوبات بشكل أو بآخر تحاول تعطيل البنية التحتية لحركة الطيران والبنية التحتية للطيران وحركة الملاحة الإيرانية لا ننسى بأن جزء من هذه العقوبات طال الرحلات الإيرانية أوروبا قالت بأنها ستعطل برنامج التعاون الإيراني الأوروبي لندن ذهبت باتجاه إيقاف رحلاتها المباشرة مع طيران البرلمان الإيراني منذ يومين بالتحديد قام بتصويب أو بإعلان أو بتأييد قرار يسمح بأخذ ما يعادل عشرة يوروهات من أي مسافر يريد التوجه نحو الخارج أي للرحلات الخارجية وتحديدا لأوروبا استثنى هذا القانون الذي لم يتم تنفيذه بعد كل من السعودية والعراق وسوريا لحركة السياحة الدينية والزوار الكثر الذين يأتون من هذه الدول إلى إيران أو بالعكس ربما كان لدى إيران نوع من القلق من أن هناك حركة أو هناك خطوة عقوبات جديدة سيتخذها الجانب الأوروبي تجاه هذا الملف تحديدا ملف حركة الملاحة والطيران على اعتبار أن حركة الطيران في إيران أو ملف الطيران وتطوير البنية التحتية الإيرانية أمر مهم لإيران منذ سنوات وتعلم أوروبا بطبيعة الحال مدى ضعف إيران في هذه النقطة بالتحديد على مستوى الطيران المدني أو حتى الطيران العسكري نقطة أخيرة ربما تحاول إيران أو ترى بأن هذه العقوبات محاولة للترحيب بمسعود بزشكيان ولكن على الطريقة الأوروبية أوروبا استقبلت في السابق الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بجملة من العقوبات وهي تقوم بتكرار هذه الخطوة مع مسعود بزشكيان أيضا نعم زهر